طبعاً هو لما حصل تفاكب الاتحاد السويدي في أواخر التمانيات معظم الدول دي كانت عايشة حيات الشيوعية اللي هي كالتحاد السويدي وحياة طبعاً يعني ضعيفة جداً ابتدت تنضم جزء كبير منها للمظام الرقصيمي للاتحاد الأوروبي والنيت لدرجة أن روسيا أيام بريك لانتون عرضت أنها تنضم للاتحاد الأوروبي وكانت الإجابة يعني حاسمة بلا بلا مش حاسمة يعني ما يعني لا أولا لأ فمن هنا الرئيس بوتين يعني هو تفكيره في أن الناس دي بتعتبرنا يعني إحنا قلنا ننضمه ونبقى قرة واحدة والاتحاد واحد وزيتنا في دقيقنا وكلا ومد قيدنا بالسلام والأمور تبقى كويسة لكن هما الحال دي بيعتبرنا عدو لحد الآن الجانب الأوروبي والجانب الغربي بيعتبر اتحاد سويتي عدوي طب أنت عدوي والنهاردة عمال تاخد دولة دولة يعني بتقطع زراعاتي كلها في المنطقة فتعملت اتفاقات من سنة 2014 فشلت أول مرة وتجدد سنة 2015 إن المفروض ما فيش انضمام للاتحاد سويتي من دول الانضمام للاتحاد الأوروبي من دول الاتحاد سويتي اللي بموافد تقريباً تحاد سويتي وكان هدفها الأساسي ساعتها اللي تفاقع شامكاتش بنوطها واضحة كانت هدفها معنى حرب أهلاء موجودة في الوقت ده هما يعني لما سؤل الرئيس وادنا عن موضوع أوكرانيا برضو ما حسنش الموضوع قال لك يعني موضوع الضمام أوكرانيا ده موضوع مش في القريب العاجل يعني يعني موجود بس مش دلوقتي فهو ده اللي كانت زراع اللي ابتدت أبو أبنان عليها يتحرك بوتن طبعاً على حسب تحليل الناس اللي بيحللوه سياسياً ومصيراً هو بيحلم بإعادة عرش الاتحاد السوفيتي يعني ده حلم عنده يعني أحد بقولة رئاسية اللي ليه مثلاً قال لك أنا يوم ما وقع حائد برنين كأنه وقع على دماغ فهو عنده أطماع أنه هو يرجع كان الاتحاد السوفيتي القوى العظمى أحد القواتين العظماطين في العالم دي موجودة عنده فالأثار بقى الاقتصادية حضرتك بالنسبة له هو أنا ما فيش حضرتك بتقول أنا أنا بتواقع أنه مش 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 لا فيه طبعاً بس إيه مش مش بالتأثير اللي هيا وجاعه اللي هو يخليه أه يخليه ما يتخش الحرب إنما طبعاً فيه بقى أثار الاقتصادية التانية على بقية الدول اللي حواليه طبعاً يعني في الآخر الدول الأخرى هي اللي هتدفع تأمن هل حضرتك تعتقد أنه ممكن في الفترة الجايه بقى فيه أزمة طاقة في أوروبا طبعاً يقول ذات 75 فلبيا ده مش البترول بس ده 40 فلما البترول اللي بيرح أوروبا بيجي من روسيا وبيجي روسيا عبر أوكرانيا سواء الروسيا اللي منعته مهارد الروسيا اللي تبنعه ومهارد أن أوكرانيا اللي طيقت على الخطوط النفسية عشان يعني كانوا من العقوبات على روسيا ففيكتورة ده نقطة تانية حضرتك في وقت الحروب ديت تكلفة النقل نفسه لخطوط التجارة العالمية وتكلفة التأمين البحري على البضايع بتزيد والزيادة دي في التكلفة دي بترفع تكلفة كافة السلعة اللي موجودة في أوروبا هتعمل نوع من الانتعاش بقى عن ناحة تانية من ناحة السلعة الصينية اللي كانوا اكتدوا يقفلوا عليها أنها مش جيدة وأنها مش متابقة للموصفات فهتبص تلاقي ناحية الصين شيوها تشتغل بضايع الأوروبا هتلاقي الأوروبا هتلاقي لقود طبعا بالنسبة بقى للبورصة طبعا تعرف هذه البورصات العالمية كلها تأثرت لأن البورصة حساسة جدا اللي أنا ما فهمتوش أن سعر الدهب زاد زيادة جبارة بس في مصر قالش يعني ما فهمتش موضوع سعر الدهب ده وسعر الدهب طبعا هو في الأوقات دي أسلم حاجة إني فيها فلوسك الدهب اللي في البورصة بيجري من البورصة وفيه نوعين في البورصة فيه مستثمر قصير الأجل وفيه اللي دخل يضرب ويجري ده اللي هو القصير الأجل اللي هو إيه جاب الحاجة النهاردة بعد أسبوع زادت 2% أبيع وقت وفيه مستثمر طويل الأجل طويل الأجل ده اللي هو بيسموه بيشتري على يعني أحسن وقت للشراء بالنسبة للشراء بيسموه شراء على طلقات المدافع ده أحسن وقت للمستثمر طويل الأجل أحسن وقت للمستثمر إنه يشتري فيه لعايز يستثمر طويل الأجل يقعد سنة أو سنتين في السنة فيشتري دلوقتي وعارف يعني طبعا هشتري حاجة بـ 50% من 8 بـ 40% من 8 بس يكون هو مستغني عن الفلوس دي بس هو بقى مستثمر طويل أجل يقعد سنة أو سنتين مش من المستثمر السنين طبعا زي ما قلت حضرتك البورسة طبعا تأثرت حيحصل طبعا في أسهار كل بضايا الأوروبية دي موضوع مفهوش مفهوش نقاش طبعا الدول المصدرة للبترول هتراقي رواج الدول المستحلكة للبترول هتلاقي طبعا أزمات اقتصادية ده بيخلاف بقى من ناحية تانية طبعا أن أوكرانيا دي يعني سلة زراعية كدت بتأكل أوروبا كلها صحيحة يعني 45 في المنطقة قريبا من صديراتها صديرات زراعية لأوروبا أوروبا والعالم روسيا وأوكرانيا الاتنين في موضوع الأمح يعني نمرها 3 و 4 في العالم جزء كبير من الأمح في العالم كله من روسيا وأوكرانيا أنا أزدها هديك مثال الأمح الروسي قبل الأزمة 255 دولار والأمح الأوكراني في نفس الرينج أزد 10 دولار المورد التالك الأمح السعر الدبل يعني المورد اللي بعد كده بيبيع بـ 400 أو حادي